الدين الحق الذي جاء من عند الله وبينه رسول الله صلى الله عليه وسلم وطبقه الصحابة رضي الله تعالى عنهم سلوكا تغير به وجه الأرض هذا الدين الذي أحبه الناس وألفوه ورغبوه لأنه دين رحمة وليس دين إذاء وليس دين قتل ولا دين تشويه ولا دين شحناء ولا دين بغضاء إنما هو دين الألفة والمحبة والرحمة التصرفات التي تقع من الناس ينبغي أن يدرك الناس أنها إذا كانت سيئة فهي ليست من الإسلام وإنما هي من هؤلاء الأشخاص وهؤلاء الأشخاص لم يأخذوها من دينهم وإنما أخذوها من أمور خارجية أثرت فيهم وأما دينهم فهو دين الكمال والشمول والاجتماع والتراحم فبما رحمة من الله لنت لهم هذا يقوله الله تعالى للنبيه صلى الله عليه وسلم ولو كنت فضاً غليظ القلب لن فض من حولك هو خطاب لكل مسلم أن يكون رحيماً بمن يدعو ويعلم ويتعامل والمؤمن سهل إذا باع سهل إذا اشترى سهل إذا قضى سهل إذا اقتضى هذا في التعاملات فينبغي أن تكون هذه الشعائر الظاهرة ولا يتخلى المسلمون عن أخلاقهم الأصلية ويقلد غيرهم في أخلاق شريرة وإنما يحافظ على ما عندهم من المكتسبات هذا هو الوسطية وهذا هو الاعتدال في هذا الدين فيجب على الإنسان أن يأخذ عقيدته وعبادته وأخلاقه ومعاملاته من القرآن والسنة ترجمة نانسي قنقر